وجهت وزارة التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع المحافظات والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات على مدار الساعة يأتي ذلك بهدف سرعة التعاون مع أي أحداث طارئة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء كما وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي السادة المحافظين بضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة التقس السيء وسقوط الأمطار والتعامل الفوري مع أية تجمعات للمياه بالشوارع الفرعية والميدين الرئيسة والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحية